أهلا بكم في هذا الفيديو الفيديو الثالث من محاضرة في الفيديوين اللي فاته اتكلمنا بسرعة عن ايه الوسائل اللي ممكن نعمل بها Evaluation للكورس وبعدين في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ازاي نربط ال Assessment Tools بال Objectives عشان نقدر بعد كده نعرف ايه اللي تحقق ايه اللي بتحققش في الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله هنشوف ازاي نعمل Course Report وال Course Report الحقيقة واحد من ال Tools المهمة جدا اللي بتساعدنا على ان احنا نشوف اداءنا ماشي ازاي واذا كنا بنتحسن ولا مش بنتحسن اول حاجة هي Sources of Data ايه الحاجات اللي محتاجينها علشان نعمل Course Report اول حاجة هنحتاجها في Course Report هي Student Survey وال Interview اهم حاجة في Course Report لا مش اهم حاجة لكن هي اول حاجة عادة بنبتدي بها هي Assessment Tools ده السرفي هنالك السرفي اللي بيجمعه ويعمله تحليل بيبقى حد ثاني ليس انت لازم حد ثاني هو يجمعه ويديك النتائج من غير ما تعرف انت مين قال ايه وده هنا مش تشكيك في كل حاجة وانما بطبيعة الحالة لتدنى بأي ميول شخصية كما قدنا بكلامنا في الـ Evaluation لأنه لم يكن هناك أحد يحب أن يقوله أنه يعمل إيه كويس وإيه وحش فلازم أن يكون لك الحاجة مستقل ومعيد عن الكورس الثاني حاجة هي الـ Assessment Tool Results وهذه التي كلمنا عليها في الفيديو الذي فات وبعدين أنت محتاج تعمل Self Evaluation مهم أنك تقول رأيك في اللي عملته وتحاول تقول رأيك موضوعية ونحن معترفين مقدما أنه لا يوجد حد 100% موضوعي لكنك تحاول تعمل ما تقدر عليك أخيرا لو فيه Third Party Evaluation بمعنى أن هناك شخص غريب قعد معك وتفرج على الكورس وقال لك رأيه وهذه من الأشياء التي قدمناها وقدمناها لذلك قلنا أنها ممكن تكون مهمة نتحدث بسرعة عن كل واحد فيه بالنسبة للـ Student Survey نحاول أن نجيب الإجابات ونحاولها الأرقام لو أن أنت عندك خمس خيارات في كل سؤال يبقى مثلا النتيجة بتاعت كل سؤال هتبقى من واحد لخمسة وبعدين برضو كل مجموعة من الأسئلة مفروض بتتكلم عن حاجة هناك مجموعة أسئلة عن الـ Instructor Performance هناك مجموعة أسئلة عن الـ Course Material هناك مجموعة أسئلة عن الـ Classroom فنقوم نجمعها مع بعضها ما هي قيمة التجميعة في الـ Sections؟ إن أنا أقدر أخذ لكل سؤال منهم score أو أقدر أقارن حاجة بحاجة ما يجيش كورس مثلا تطلع وحش أوه عشان كورس material وحش لما نقارن الكورس تاني كان كل حاجة فيه average بقى الكورس الأفريج أحسن من الكورس ده بالرغم من أن الـ Instructor هنا كان أوحش من الـ Instructor هنا لأ، أنا أريد أن أقارن تفاح بتفاح برتقان ببرتقان فيبقى أقارن الـ Classroom بالـ Classroom يقوم الحتة التي كانت وحشة هنا تبقى قوي أن هذه هي التي وحشة وبعدين الـ Instructor Performance بالـ Instructor Performance لما أجد أن هنا كان أحسن بالرغم من أن الـ Overhaul بتاع الكورس وهنا يجي بقى أن هناك أيضا أقارن الكورس الأرقام الحقيقة يجعلني أيضا واضح أن هناك أشخاص كثيرا تهرب من اللعبة بالأرقام لكن الأرقام هي الوسيلة الموضوعية الوحيدة التي نقدر أن نقارن بها حاجة بحاجة هذا أكبر من هذا وده أصغر من هذا ما يقولها ليش غير رقم فلازم أحاول أطلع بالأرقام بعد ذلك يبقى دائما في الـ Surveys والInterviews كيف يمكن أن تكون أفضل كيف يمكن أن تكون أفضل كيف يمكن أن تكون أفضل وما إلى ذلك من الأسئلة فالـ Comments تحليلها بشكل موضوعي من الحاجات الصعبة في ناس شطرة قوي في الكلام يقول لك مثلا الكلمة الفلانية اتقررت كذا مرة أو الكلمة الفلانية جاءت هنا وجاءت هنا وجاءت هنا فتحليل الـ Comments في ناس شطرة فيه أنا مش واحد منهم لكن أقدر أقول لك أن بالتأكيد أنا مبساط جدا واستفدت جدا لما قرأت الـ Comments فأنا كنت أباهر الـ Comments بتاعت الناس مش كل الناس بتكتب Comments فما بيبقاش العدد كبيري يعني لكن عندما تقرأها بتاخد Feedback عن النقطة الممكن للناس فعلا تكون مهتمة بها كل هذا في الآخر بتيجي ما يسمى Statistical Tools بتيجي أن الأدوات الإحصال الأدوات اللي بتقول لنا المتواصل بتاع الأرقام الأدوات اللي بتقول لنا توزيع الأرقام وما إلى ذلك طبعا هنا مش كل الناس بردو بتحب تعمل الكلام ده لكن ساعات فيه حاجات بتبقى سهلة سهلة قوي أن أجيب الـ Average كلنا عارفين يعني ايه Average متوسط ده لما تجيب الـ Average score لحاجة وتبتدي تبص عليه وتقدر تقارنه بحاجة تانية مش بقى يعني واحد وزن وكذا وطول وكذا ده تقدر تقارن الوزن بالوزن والطول بالطول لكن لما نقول لنا عندنا مقياس لتخيم ورفاية يبقى حلوة قوي اه ده تقول ده أدخن من ده بالرغم أدخن من ده ممكن يكون فيه فرق في الطول وفرق في الوزن فبقى فيه مقياس تالت ده اللي بيطلحونا لستاتيستيكال طيب بعد كده احنا بناخد الـ Assessment Tool Results اللي هي مربوطة بالـ Objectives زي ما تكلمنا في الفيديو اللي فات مش عيد الكلام ومنها اخد على طول كل Objective في منه تحقق فهجأ لايه Objective والله ان الـ Objective ده حققته ثمانين في المية اي شو بيها ببقى اي حد يحقق ثمانين في المية من الـ Objective لازم يبقى موصول 70% و 75% مش وحش 50% مين اللي هيقولهولي الأرقام الـ Objective ده انت محققتش فيه غير 50% ده اللي طالع من النتاج الامتحال مش الطلب هم اللي محققتوش 50% انت اللي محققتش غير 50% يبقى انت محتاج تشوف الجزء ده ليه وانا بقيسه طلعت النتيجة مش حلوة ممكن يكون المشكلة في ازاي بقيسه احنا قلنا قبل كده انا ممكن اختار الـ Assessment Tools بشكل وحش وبالتالي الـ Assessment Tools تبقى بوزط للنتاج لكن ساعات كتير بيبقى الحقيقة ان انا ما عملت الشغل كويس انا ما علمتش الحتة دي للطلبة والمتدربين بتوعي كويس وبالتالي الأوتكم بتاعهم ما كانش مرضي ليا يبقى انا لازم ارجع واشوف انا عملت ايه علشان احسن من ادائي بعد كده يجي موضوع السيلف انت عملت ايه عملت ايه في المحضرة دي والمحضرة دي والمحضرة دي والمحضرة دي والمحضرة دي وعملت ايه في الكورس على بعض طب رأيك ايه كان ممكن تعمل ايه احسن كان ممكن ايه يتغير ليه الحتة دي مطلعتش كويس ممكن تكون مثلا الحتة دي مطلعتش كويس علشان الريسورسس ما كانتش كفائية ما كانتش فيه معمل مثلا مش غلطة لكن ده معناه ان انت بتطلب معمل والله يا جماعة الحتة دي انا مطلعتش بشكل مرضي علشان محتاجين معمل يلا عايزين نشتري معمل او والله انا نفسي ماشتغلتش كويس كان المفروض قدي مجهود اكبر في الجزء ده علشان يطلع بشكل احسن المهم السيلفي افاليويشن ما تخافش منه السيلفي افاليويشن ده المفروض انت بتعمله علشان انت تتحسن وعشان المؤسسة بتاعتك تتحسن وعشان الطلبة بتوعك يتحسنه فانت عاوزه بصوا عليه على انه حاجة ايجابية ليك عمر ما كان السيلفي افاليويشن من الشطار انا ادي نفسي امتياز في كل حاجة بالعكس طيب بعد كده واخر حاجة بنتكلم عليها برضو في الكورس ريبورت هي ان يبقى فيه ثيرد بارتي افاليويشن حقيقة خبرتي مع السنين اللي فاتت في ديفرنت كورس و ديفرنت افاليويشن ان الثيرد بارتي افاليويشن ده اللي هو ان حد غريب يجي قاعد لا هو طالب ولا هو أستاذ ولا هو كمان يعرف في الموضوع اللي انت بتتكلم فيه يعني بدرس في الهندسة مثلا يجي اجمعي واحد اساسا تخصصه حقوق مالوش علاقة بالمادة العلمية وانما بيبقى عينه على ايه بيبقى عينه على انا اديت المحاضرة ازاي انا بتكلم بشكل كويس ولا لا يا طرى صوتي واضح ولا لا المادة العلمية او الحاجات اللي استخدمتها في السلايز بتاعتك مناسبة ولا لا يا طرى اتعاملت مع الطلاب كويس ولا لا كل ده مين اللي هشوفه اللي هشوفه واحد مش مركز في المادة العلمية وانما يمركز في الاداة طبعا فيه برضو ناس متخصصين في الكلام ده الحقيقة تعملت مع اكتر من واحد منهم واستفدت منهم كتير جدا ويما كمان الناس دي انقذت بعض الاسازة من الطلاب ساعات الطلاب لما تيجي تقيم بيفرم معها كثير قوي هو جاب درجاته ولا مجابش فاللي يحصل ان استاذ من الاسازة بيعمل طريقة كويسة لتقييم فالطلاب مدهقين مستغربين حاجة جديدة مين اللي يقدر يقول الاستاذ عنده حق ولا الطالب اللي عنده حق واحد طرف ثالث طرف محايد عايز مصلحة الاثنين هو اللي يقدر يقول لا بالرغم من ان الطلبة يشتكوا منه لكن لا هذا هو الأحسن للطلبة وهنحافظ عليه كما هو أو يعرض بعض الحلول اللي تخلي الموضوع اكثر قبولا مع الابقاء على الاسلوب الكويس سوما إلى ذلك فالمهم هذا بشكل عام انا احب دايما انبه لاهمية ان يكون هناك من خارج الموضوع ومن خارج الكورس ومن خارج التأثير اللي على الطلاب وعلى الاسازة لكي في الاخر يحسن اداءنا هذا اللي كنا عاوزين نقوله بالنسبة لموضوعنا موضوع الريبورت هنتكلم في الفيديو جاي ان شاء الله مع بعض عن بعض الحاجات التي تقلق الناس من الكورس فهنا في الفيديو ده كلمنا عن اعداد الكورس كلمتك في الفيديو عشر داية ربع ساعة الحقيقة كان فيه كورسوب جميل جدا تتلم على الكورس الريبورت من اساس المتخصصين ممكن واحد يخدها ويتعلم منها كويس لكن نحاول تختصر لك الموضوع هنا في فيديو واحد كجزء من المحضرة على اساس تحاول تشوف ايه اللي تقدر تعمله لغاية ما تلاقي رسورس تانية تتعلم منها احسن وأرجو ان نكون مع بعض الفيديو الجاي ان شاء الله عشان نشوف بعض الحاجات التي تقلق الناس من الكورس نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة